شكلت إشادة جلالة الملك المفدح فضه اللورا خلال افتتاح دور العقاد الرابع من الفصل التشريع الخامس بالجهود الوطنية المخلصة لكافة العاملين في الصفوف الأمامية للتصدي لفيروس كورونا شكلت دافعا كبيرا نحو تحريق مزيد من الإنجازات لمواصلة العمل بالوتيرة نفسها والتي بدأت بها مملكة البحرين في تعاملها مع مختلف مسارات مواجهة الجائحة ونخص بالذكر هنا الطواقم الطبية على الصفوف الأمامية وهم يواجهون الجائح بسلاح التطعيم والتحصين وبتعاون مشكور من قبل الجميع حامدين الله الذي أعاننا على تجاوز هذا الظرف دون أن ننسى في خضم كل ذلك ما فقدناهم من أرواح عزيزة ندعو لهم بالرحمة والمغفرة ولأهلهم بالصبر والسلوان بهذه الكلمات الأبوية الحانية التي أعرب فيها جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه عن فخره واعتزازه بالجهود الوطنية المخلصة لكافة العاملين في الصفوف الأمامية للتصدي لفيروس كورونا كل في موقعه متسلحين بروح فريق البحرين الواحد فجاءت الكلمات السامية لعاهل البلاد المفدى التي تضمنها الخطاب السامي دافعا كبيرا لجميع العاملين في الصفوف الأمامية لمواصلة العمل بالوتيرة نفسها التي بدأت بها مملكة البحرين تعاملها مع مختلف مسارات مواجهة جائحة فيروس كورونا إن هذه اللفتة الكريمة من لدن ملك البلاد المفدى تحكس مدى اهتمام جلالته الدائم بالكوادر العاملة ضمن الصفوف الأمامية وحرص جلالته على تقديم كافة أوجه الدعم والتحفيز لمواصلة العمل والحفاظ على صحة وسلامة الجميع وتحقيق مختلف الأهداف المنشودة في المجال الصحي هذا الأمر يؤكد أن التضحيات المخلصة والأدوار الكبيرة التي يقوم بها كافة العاملين ضمن صفوف الكوادر الوطنية للتصدي للجائحة وإسهاماتهم في تحقيق النجاحات والإنجازات لمملكة البحرين طوال مراحل التعامل مع الفيروس هي موضع اهتمام وتقدير جلالة الملك المفدة والتي وضعت مصلحة الوطن والحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فوق كل اعتبار العاملون في الصفوف الأمامية ضحوا بالغال والنفيس وضربوا أروع الأمثلة في الحب والإخلاص لوطنهم فتمخض عن ذلك ثبات في المستوى الأخضر ضمن آلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا وتسجيل انخفاض متواصل في أعداد الحالات القائمة اليومية وارتفاع نسب أعداد الحاصلين على التطعيم ضمن الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا ووصول مملكة البحرين للمرتبة الأولى عربيا والثانية عالميا في مؤشر نيكاي للتعافي من فيروس كورونا ناهيك عن الإشارات المتواصلة التي تحصدها مملكة البحرين من قبل منظمة الصحة العالمية وغيرها الكثير جميع هذه المعطيات تؤكد الروح العالية التي يتمتع بها العاملون في الصفوف الأمامية ضمن فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتحقيق التوجيهات الملكية السامية في استكبال مسيرة تعافي مملكة البحرين من الجائحة العالمية